موسيقى 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 شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية المباشرة لموكبة تطورات الأحداث في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة تحديدا في محافظة خانيونس التي استهدفت في إحدى مناطقها بقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى سقوط سبعة شهداء وأكثر من خمسة عشر مواطنا بجروح بين خطيرة ومتوسطة والاحتلال قام نفذ هذه الجريمة بشكل مباغت واستهدف المواطنين في تلك المنطقة ما أدى إلى سقوط هؤلاء الشهداء وأيضا أعداد الجرحة التي مرشح أن يزيد عدد الشهداء نتيجة لكما ذكر بيان قبل قليل حركة فتح استخدمت فيه المواد المتفجرة والمواد السم بداية معي في الستوديو الأستاذ أنس أبو عرقوب محرر الشؤون الإسرائيلية أهلا في تلفزيون فلسطين أهلا وسهلا فيك أستاذ أنس حقيقة اليوم كان هناك تطور دراماتيكي فيما يتعلق بما تقوم به حكومة نيتنياهو استدعاء القوات لتنفيذ منورات فكان هذا عملية القصف يعني الأسس والإطار الذي انطلق منه هذا العدوان الجديد في ظل لحمة وطنية وحدة وطنية مصالحة فلسطينية وأيضا أزمة داخلية في إسرائيل يعني ما جرى هو بقرار سياسي للدفع نحو تصعيد الجهود التي توجت بالمصالحة التي بذلتها القيادة الفلسطينية شكلت ضربة كبيرة لنتنياهو الذي كان يتذرع بالتنكر لعملية السلام بأن الفلسطينيين غير متوحدين الآن الفلسطينيين صاروا كتلة واحدة وهذا يعني ضربة لنتنياهو وسد لكل الذرائع التي كان يتذرع بها وهو الآن بحاجة إلى توجيه ضربة جديدة للفلسطينيين لإحداث نوع من الانشقاق والمشاكل داخل الصف الفلسطيني نتنياهو يريد الذهاب نحو حرب لتجاوز مفاعل المصالحة الفلسطينية والإحاء للمجتمع الدولي وحتى للإسرائيليين أن الفلسطينيين يبادرون إلى تنفيذ هجمات حتى يتحلل من أي من الضغوط التي يعني الناجمة عن الجهود الفلسطينية الدبلوماسية التي تطالب بالعودة إلى عملية السلام أستاذ أنس أعود لك استخدام غاز الآن واضح هناك في إطار ما يقوم به الاحتلال لكن موضوع الوضع الداخلي وارتباط بهذا التصعيد في هذه التوقيت بالذات يعني كيف تقرأه خاصة وأن هناك تصاعد صقف الدعوات لنتنياهو بعدم الدخول حتى إلى بيت رئيس الحكومة من تسيبيل إبني قبل الإجابة على هذا السؤال في سياق ما أشرت إليه حول الغاز القناة الثانية الإسرائيلية والمحل للشؤون العسكرية في القناة روني دانيال قال أنه تم استخدام وسائل حديثة وتقنية جدا في الهجوم يعني في اعتراف مباشر في اعتراف مباشر وفي تفاخر يعني في هذا السياق في ارتكاب هذه الجريمة طبعا لا يمكن فصل هذا العدوان الذي تم بتخطيط مسبق عن الوضع الداخلي والأزمات المتوالية والتحقيقات الجنائية يعني التي تتكاثر على شكل متوالية حسابية التي تلاحق نتنياهو وأيضا هناك مشاكل داخل الاتلاف الحكومي متعلقة في قوانين عليها خلافات كبيرة حتى داخل حكومة نتنياهو قد تؤدي هذه الخلافات إلى انهيار هذا الاتلاف الحكومي نتنياهو خطط جيدا لهذا التصعيد وهو يريد استدراج الفلسطينيين لمواجهة حتى يتفادى يعني الضغوط الداخلية ويلفت الانتباه وأيضا لتفادي الضغوط الخارجية التي تطالبه بالعودة إلى مسار العملية السنية يعني دائما يهرب إلى الأمام فيها هو يريد بالطبع هذا مخطط له ويعني سأسرد عليك بعض الإشارات أول يعني في البداية نشر قبل عدة أيام تم نشر بطاريات مضادة للصواريخ متوسطة المدى في المنطقة في محيط قطاع غزة هناك منورات دائمة وهناك استدعاء للجنود وهناك إحاء للإسرائيليين أننا مقبلون على حرب نتنياهو يعني قد يقود المنطقة هروبا من استحقاقات توحيد الفلسطينيين لمعسكرهم هو يعرف أن توحيد الفلسطينيين في المصالحة له ضريبة ستدفعها إسرائيل بالتأكيد هنا في استوديو الأستاذ أنس أبو عرقوب أستاذ أنس موضوع اتخاذ القرار فيما يتعلق باستخدام الغازات السامة والمحرمة دوليا كيف يتم في إسرائيل وهي أكثر من مرة تم استخدامه بالتأكيد في مثل هذه الحالة تحديدا وهي ليست ردة فعل هي المبادرة إلى فعل من يتخذ القرار هو رئيس الحكومة والمجلس الأمني المصغر وواضح أن الباعث خلف هذا القرار هو ضرب المصالحة الفلسطينية لأن هذه المصالحة سحبت كل الذرائع التي تذرع بها نتنياهو مطلوب الصواريخ صحيح وجهت إلى الشهداء ولكن الهدف من هذا هو قتل الوحدة الوطنية التي سحبت كل الذرائع من نتنياهو ومن إسرائيل أمام المجتمع الدولي للتحلل من الضغوط التي كانت ثمرة للجهود الفلسطينية للتحلل إسرائيل من التزاماتها إذا عملية السلام مثل هذه العملية هي عملية استراتيجية جاءت بقرار سياسي صحيح أن الجيش نفذها وهنا يبرز الدور الفلسطيني كما تحدث الزملاء السابقين الدور الفلسطيني هو أن لا نقوم بردة الفعل التي يتوقعها نتنياهو منا بالعودة إلى دائرة ما يريده نتنياهو إسرائيل هذه العملية تشير إلى عمق الأزمة التي يعيش نتنياهو بفضل المصالحة الفلسطينية وجود استخدام سلاح سام هذا يستخدم في الأمور الحساسة جدا ويريد أن يستفز الفلسطينيين إلى أبعد مدى لدفعهم عمق الأزمة ظهر باستخدام مثل هذا السلاح إلى مرة أخرى إلى محافظات الجنوبية ومعي من هناك الزميلة سالي السكني سالي أهلا بك آخر التطورات والتفاصيل لديك نعم أهلا بك محمد وبالسادة المشاهدين يعني منذ أن وقع هذا الحادث المؤسف عصر هذا اليوم واستهداف قوات الاحتلال وجيش الاحتلال لنفق يقع على الحدود الشرقية ما بين منطقة دير البلح وسط قطاع غزة وما بين خان يونس جنوب القطاع هذا الحادث الذي أوقع أكثر من سبعة شهداء حتى هذه اللحظة وأربعة عشرة أربعة عشرة إصابة الشهداء هم حتى هذه اللحظة عرفات أبو مرشد حسن حسنين عمر الفليت أحمد خليل أبو عرمانة مصباح شبير محمد مروان الأغى وحسام لسميري هؤلاء الشهداء المؤكدة أسماءهم حتى هذه اللحظة ومن المتوقع أن يزداد العدد ويزداد أعداد الشهداء بسبب الإصابات الحرجة في صفوف المصابين داخل المستشفيات وأيضا أعداد المفقودين تحت ركام النفق الشهداء والإصابات كان معظمهم من فرق الإنقاذ والمنقذين الذين دخلوا النفق عقب الاستهداف وحاولوا انتشال المصابين وانتشال المفقودين وإسعافهم ربما من المبكر الحدوث عن ردود الفعل الفلسطينية حول هذا الأمر ولكن حول ردود الفعل الإسرائيلية فقد نشرت مزيد من قوات جيش الاحتلال على الحدود الشرقية ومنطقة غلاف غزة بالتحديد إضافة إلى استدعاء قوات الاحتياط ونشرهم على منطقة غلاف غزة تحضيرا لأي ردة فعل فلسطينية قد تحدث حالة من النفير العام في غزة في هذه الساعات المتأخرة وحالة من الحزن والألم تسيطر على المواطنين وعلى عوائل الشهداء الذين يرتقوا في هذه الليلة كما تحدثت المصادر الطبية سبعة شهداء حتى هذه اللحظة وأربعة عشرة إصابة والمفقودين يعني عددهم يتجاوز الثمانية في هذه اللحظات ومن المتوقع أن تطرأ الزيادة على المصابين وعلى الشهداء محمد شكرا لك ساليا السكني كنت معنا مباشرة من الغزة ونشاهد وإيكم الآن عبر الشاشة الصور الأولية من مشفى شهداء الأقصى في المحافظات الجنوبية وأعود إلى الزميل أناس أبو عركوب يعني ذكرنا أن الصور هي تأتين اتباعا من قلب المشفى شهداء الأقصى في دير البلحة في غزة ويبدو أنه والدة أحد الشهداء الآن نشاهدها ويتتحدث إذن هي الصور التي نتابعها وإياكم في هذه اللحظات وحالة من الحزن على وجوه المواطنين الذين بالتأكيد سيكونوا في إطار الحكمة والتعاقل لتفويد كل الفرص التي يسعي له للاحتلال لاستهداف المصالحة الوطنية الفلسطينية أستاذ أنس بالعودة مرة أخرى يعني لبرمن خرج مباشرة بتصريحات أننا غير معنيين بالتصعيد يعني يقتل الناس بغازات سامة في إطار قرار سياسي كما تحدث ويقول غير معنيين بالتصعيد يعني كيف تفسر ذلك؟ في العادة إسرائيل يعني أي عدوان عسكري يوزيه مخطط يوزيه عملية دعائية بروبوغاندا يعني عبر وسائل الإعلام تستهدف المجتمع الدولي وحتى إسرائيل هناك وجه آخر لمخاطبة المجتمع الإسرائيلي هو يعني يريد تصريحات لبرمن قال فيها أنه لا يريد التصعيد من لا يريد التصعيد لا يهاجم أشخاص بعيدين عن الحدود لا يتأهبون لتنفيذ أي هجوم هذا التصريح لنتنياهو يأتي في سياق الحملة الإعلامية الدعائية الكاذبة الموازية للعمل للعدوان العسكري الذي هدفه الأساس يعني ضرب رأس المصالحة الفلسطينية لكي تتحلل إسرائيل من الضغوط الدولية بعد أن وحد الفلسطينيين لصفهم هناك حملة إعلامية دعائية تخوضها إسرائيل جزء منها موجه للرأي العام العالمي الدولي بالإدعاء أن إسرائيل لا تريد أي تصعيد وأن هذا العدوان هو ردة فعل لهجوم وشيك علما أن الشهداء قضوا في عمق أراضي القطاع الحقائق تكذب إدعاءات نتنياهو ولا يجب أن تنطلي على أحد تصريحات نتنياهو نتنياهو وأيضا لبرمن ولكن هناك جزء من الحملة الدعائية الإسرائيلية موجهة للجمهور الإسرائيلي الداخل بتخويفهم من الحرب الوشيكة والتصعيد هناك لغتين تتم هناك بالموازاة هناك ما هو موجه للخارج وهناك في الداخل هناك أجواء يعني يشيعها الإعلام الإسرائيلي أننا على أبواب حرب مقبلة كل ذلك لحرف الانتباه عن ملفات الفساد التي تلاحقنا السيد الرئيس المصالحة خير استراتيجي السلام أيضا استراتيجي اليد النداء استقبال كل دعاة السلام إلى جانب التأكيد على رفض الاحتلال ووجوب إنهائه ومطالبة العالم بالاعتراف كل ذلك كيف في ظل أزمة متصاعدة متفاقمة تحيط بنيتنياهو بشكل كبير جدا هل تعتقد أنه قد يقدمون على تصعيد أوسع من ذلك لأن المصالحة آلمتهم كثيرا وهناك انشقاكات بدأت تحدث داخل المجتمع الإسرائيلي في أطار في إسرائيل كما أي دولة معتدية تمارس العدوان الحرب هي امتداد للسياسة عندما تعجز في السياسة قد تحقق أهدافك بوسائل عدوانية وعسكرية نتنياهو في جعبته سيلجأ إلى أي شيء الآن كما استمعنا استخدم الغاز والقنابل والقصف هذا يشير إلى عمق الأزمة وعندما يتعرض نتنياهو إلى أزمة شخصية تتعلق بمصيره السياسي وأيضا أزمة على سعر قد يرتكب أي حماقة وهو يريد جر الفلسطينيين إلى ردود فعل إن فشلت هذا العدوان في تحقيق الهدف قد يلجأ إلى بوسائل أخرى بوسائل استخبارية باستخدام اغتيالات داخلية قد نسمع عن اغتيال قيادات أو محاولات لاغتيال قيادات من حركة فتح كل ذلك كل ما هو متاح في جعبة نتنياهو سيلجأ لاستخدامه لضرب رأس المصالحة لأن المصالحة الفلسطينية هي ضربة مؤلمة لنتنياهو برأيك وأنت متابع بسياق المسار الدولي فيما يتعلق بما يكون به الاحتلال هل هناك حركة دولية للجم ذلك؟ طبعا من يتابع حتى الخبراء العلاقات الدولية في إسرائيل الأكاديميين غير السياسيين كلهم يشخصون في مقالاتهم أزمة وعزلة دولية مقبلة عليها إسرائيل وتعيش إرهاصاتها الآن بفضل أن الفلسطينيين نزعوا أكبر ذريعة كانت بوجه نتنياهو وبعد أن وحد الفلسطينيون أنفسهم هناك استحقاقات يتوجب على إسرائيل أن تدفعها هذه النقطة الحساسة وهؤلاء الخبراء يقرون بنجاحات الفلسطينيين في الساحات الدبلوماسية الجهود الدبلوماسية أثمرت عدة نجاحات مؤخرا كل نجاح فلسطيني كل انضمام فلسطيني لأي مؤسسة دولية هو فشل في سجل نتنياهو ونتنياهو يريد جر الفلسطينيين إلى ساحة يمتلك تفوق عسكري إسرائيل يعني قوة عسكرية لكنهم ينظرون أناس بعين الخطورة للدبلوماسية الهادئة التي يقودها السيد الرئيس والتي تحظى باحترام شديد في العالم ككل أيضا هذا يعني هو سبب مباشر لهذا الألم الذي تعيشه وهذه الحكومة وأقطاب اليمين طبعا الجهود الدبلوماسية الخارجية والجهود التي توجت بإعلان المصالحة والتآم الوحدة الوطنية كل هذه تهديدات يعني محدقة قد تقود يعني نتنياهو إلى مصيره مصير يعني انتهاء حياته السياسية ويعني ومما يزيد يعني الطيم بل بالنسبة لنتنياهو لنتنياهو هو ملفات الفساد التي تلاحقه والتصدعات في اتلافه الحكومي والأزمات الاقتصادية الأخرى التي تعاني منها إسرائيل نتنياهو يجيد لفت الأنظار وتحويل انتباه الجمهور نحو مساحات أخرى ويجيد تخويف وهو يعيش على مبدأ تخويف وإرعاب الجمهور الإسرائيلي هي تلك السياسات التي تخوفهم بالأكثر وليس ما يحاول أن يروجه ما بين ظهرانيهم في المجتمع الإسرائيلي إذا لم يتلقف تلك الرسالة رسالة السلام التي تريد أن يكون دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمة الكدس وهو الشعار الذي يؤكد عليه الكلاد الفلسطيني والسيد الرئيس وهم لا يريد أن يستوعبوا